تبذل الحكومة جهودا كبيرة لدعم زراعة القمح مع تقديم تسهيلات للمزارعين لتحقيق أعلى انتاجية وفي محافظة الوادي الجديد انتظمت أعمال توريد القمح للصوامع من خلال لجان استلام القمح من التجاري والمزارعين حيث بلغت المساحات المنزرعة بالقمح في الوادي الجديد هذا الموسم نحو 436 5505 أفدنع جهودا كبيرة تبذلها الدولة لتوفير القمح والذي يعد محصولا استراتيجيا ففي محافظة الوادي الجديد انتظمت أعمال توريد القمح لصوامع المحافظة لصالح هيئة السلع التموينية بالوادي الجديد من خلال لجان استلام القمح من التجار والمزارعين السنة محافظة الوادي جديد زرعت حوالي 436 5505 فدن متوقع انتاجية السنة أكثر من مليون طن الحمد لله عندنا صومعطين في محافظة ودي جديد صومعة الخارجة والساعة الاستعابية بتاعتها حوالي 45 ألف طن وصومعة شرق العوينات والساعة الاستعابية بتاعتها حوالي 60 ألف طن ما تم توريده في صومعة الخارجة حوالي 12 500 طن ما تم توريده في صومعة شرق العوينات حوالي 30 ألف طن بلغت المساحات المنزرعة بالقمح في الوادي الجديد في هذا الموسم 436 5505 أبدنا بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي وتركزت المساحة الأكبر في منطقة شرق العوينات كأكبر مساحة مزروعة في القمح بالمحافظة ندخل في اليوم من ألف إلى ألف وشوية كل يوم ألف طن جمح عندنا الجمحة يعني درجة حلوة كلها يعني بصراحة 23 ونص يعني درجة ممتازة جمحة يعني بتاع الوادي ما شاء الله هذا ويستمر توريد بكل الجمعيات الزراعية والشوان والنقاط المسموح بها من مدريات التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين بتجينا احنا وارد العربيات حضرتك وبندخلوا على مراحل مرحلة الأمن لتأكد من الشخصية السائق وتأكد من العربيات تم التأكيد كذلك على توعية المزارعين بتوريد القمح وفقا للمواصفات وبحد أدنى 12 أردب للفدان حيث نجحت الدولة في استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادي الجديد في زراعة محاصيل استراتيجية بنيجي هنا الحمد لله بندخل يعني بيأخذ العينة أول حاجة بنسيب الرخص على البوابة بندخل جوه بيأخذ العينة ونأخذ الكارتة ونطلع بعد كده على الميزان بنوز المليان وبيروح يفض في الصومة هناك ويرجع بعد كده وينزل الفاضي ويديني الصف الكمية وهكذا تواصل الدولة جهودها خلال السنوات الماضية لتوفير احتياجات محصول القمح والذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية